السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عملين ايه النهاردة هنعمل مع بعض قرس الافران بالسمسم والسكر حاجة كده بجد في منتهى الجمال شايفين الحشوة بتاعتها طحفة جدا وهي كمان طرية قوي بجد روعة يلا بينا بقى علشان نشوف المقادير ونعرف الطريقة مع بعض عندنا خمس كبايات من الدقيق اربع معالق كبار زبدة اربع معالق كبار زيت عندنا كباية ونص لبن رايب او كباية ونص من الزبادي معلقتين كبار من القشطة معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة خميرة معلقة صغيرة من بيكينج بودر وزره ملح وهنحشي بخمس معالق سكر عليهم معلقة قرفة وللوش ربع سكر ربع كباية سكر وربع كباية سمسم في البداية هنحط على الدقيق معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة والملح ومعلقة صغيرة من البيكينج بودر هنقلبهم كويس مع بعض وبعدين نضيف معلقتين كبار من القشطة وكباية ونص من الزبادي او اللبن الرايب واربع معلق كبار زبدة واربع معلق كبار من الزيت ونعجن بقى العجينة بتاعتنا كويس جدا لو حسيت ان العجينة ملزقة معاكي قوي ومحتاجة دقيق حط لها رش دقيق مفيش مشكلة خالص ولو لقتيها محتاجة ان يتحطي لها شوية مية ممكن تضيفلها شوية مية صغيرين حبة بحبة لغاية ما تلاقي العجينة في ايدك بقت زي الفل مش بتلزق وفي نفس الوقت لينة القرص من الحاجات اللي ما بتحتاجش عجن الفترة طويلة قوي زي بقية المعجنات مجرد ان العجينة تبقى ملزة معاكي وتلمت كويس خلاص كده يبقى نتيجتها تمام وزي الفل شايفين العجينة طرية جدا ومش بتلزق خالص هلغطيها ببلاستيك وبفوتة نظيفة وهنسبها في مكان دافي تخمر لغاية ما يتضاعف حجمها بعد ما يتضاعف حجمها هنبتدي ناخدها ونعمل منها كور صغيرة قد اللمونة بالشكل ده لغاية ما نخلص كل الكمية وبعد ما نخلص هنبتدي ناخد اول واحدة احنا كورناها ونبتدي نحشيها بالحشوة اللي هي عبارة عن خمس معالق من السكر عليهم معالقة كبيرة من القرفة ومقلبينهم كويس تقدر تضيفي في الحشوة اي مكسرات او زي بيب انتي حباه ونبتدي نبططها كده في طبق فيه ربع كباية سمسم ربع كباية سكر متقلبين مع بعض ونرس في صنية مدهونة بالزيت يلا نعمل واحدة كمان يبقى هنفرد كويس ونحط الحشوة ارفة وسكر او سكر بس ممكن من غير ارفة ممكن نحط زبيب ومكسرات ممكن لأة ونقفل كويس قوي وننزلها في طبق فيه سمسم وسكر بالشكل ده ونرس في صنية مدهونة بالزيت واضحت جدا وسهلة خالص شايفين سمك العجينة بعد ما بتتفرد كمية السكر اللي انتي بتحطيها في النص دي برحتك جدا على حسب بتحبي الحاجة مسكرة قوي او لا اهم حاجة نبططها كده في طبق فيه سمسم وسكر علشان يديها لون حلو من على الوش خلصنا كل الكمية لازم نسيبها تخمر تاني نص ساعة قبل ما ندخلها الفرن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 مشغلة فوقه تحت مع بعض وحط القرص على الرف القريب من الارضية تمام لما تاخد لون حلو هنطلعها على طول اما لو فرنك مشغل لتنين مع بعض فبتشغلي تحت على درجة حرارة 200 لما تاخد لون دهبي من تحت بتطفي وتشغلي فوق شايفة القرص جميلة قد ايه لونها من تحت روعة ومن فوق كمان وطرية وهشة ولذيذة جدا جدا الولادة هيحبوها قوي تقدر يتقدميها في الفطار في العشاء مع كوباية شاي هتبقى طحفة تعالوا بينا نفتح بقى ونشوفها من جوه عاملة ازاي شكلهم بجد يفتحوا النفس حاجة عاملينها بادينا ونضيفة وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود زي ما قلنا تقدر يتحشي بسكر بس سكر وعليه ارفة او سكر وعليه ارفة وممكن تضيفي زبيب او مكسطرات ده بيبقى على حسب رحتك انتي وعلى حسب زوئك والمتوفر عندك شايفين قد ايه جميلة وهشة كده ومنفوخة بصوا قد ايه العجينة هشة جدا وطرية كمان اظن واضح جدا جدا يارب يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدر تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة